نعقدت اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتلاطات الصحية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في قصر السيف ترأس الاجتماع مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية المعلية بذات الشال نعم اللجنة ناقشت أخر المسجدات بشأن وضع كافة التصورات والآلية التنفيذية للفرق الميدانية بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق في السماح بدخول المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المسجد للمجمعات التجارية والمطاعم والسالونات والأندية الصحية عقدت اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتلاطات الصحية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المسجد كوفيد-19 اجتماعا في قصر السيف برئاسة مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي وبحضور عدد من أعطاء اللجنة من الجهات الحكومية المعنية بذات الشأن اجتمعت لجنة تطبيق الاشتلاطات الصحية وذلك لتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بضرورة أن يكون المطعمين أو المعفيين السماح لهم بالدخول إلى المجمعات والمطاعم والمعاهد الصحية والله الحمد يعني احنا يمكن ابتداء من يوم الأحد سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء واتخذنا الآليات الواجب تنفيذها يمكن اليوم يعني نحتاج خلال الشهرين القادمين التكثيف في تطبيق قرار مجلس الوزراء وتطبيق الاشتلاطات الصحية على أمل أن نصل إلى نسبة تحقق المناعة المجتمعية وذلك من خلال زيادة نسبة المطاعمين هناك برنامج هويتي وهناك برنامج مناعة هذه البرامج هي التي يوجد فيها التطبيق الواجب أن يقومون الأشخاص بتنزيله الفرق الميدانية وآلية عملها في تطبيق وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن دخول المطاعمين إلى المجمعات التجارية والمطاعم والصالونات والأندية الصحية أبرز ما تم مناقشته في الاجتماع هوية ومناعة برامج إلكترونية معتمدة طلت دخول المطاعمين إلى الأنشطة التي شملها قرار مجلس الوزراء وللتأكد من بيانات ومعلومات الأشخاص كإدارة نظم العلمات وزارة الصحة قمنا بتفعيل أعداد وتفعيل تطبيق مناعة بحيث يسهل حق المواطنين الموافدين اطلاعهم على نتائجهم وعلى نتائج تطعيماتهم عبر هذا التطبيق طبعاً التطبيق هذا رح متكون من ثلاث حالات الحالة باللون الأخضر والحالة اللون البرتقالي أو الأصفر على سبك الواحد يشوفها وحالة لون الأحمر حالة اللون الأخضر هي من تلقى اللقاح جرعتين وطاف عليه 14 يوم يكون بالحالة الخضرة أو تلقى اللقاح واحد يكون بالحالة البرتقالية أو كان عنده إصابة وطاف عليها 10 أيام بعد الإصابة لمدة 93 يوم يكون بالحالة البرتقالية أو غير لم يتلقى اللقاح أو عنده إصابة يكون بالحالة الحمراء قرار مجلس الوزراء بشأن دخول المطاعمين إلى المجمعات التجارية والأندية الصحية والمطاعم والصالونات سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم